حضر صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جلسة العصف الذهني التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي ديوة في منتج علمها في دبي اليوم لموظفيها لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في صياغة وإقرار وتنفيذ سياسات وقرارات الهيئة والتعرف إلى أفكارهم وملاحظاتهم التي تساهم بشكل إيجابي في تطوير أداء وعمل الهيئة وذلك تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم لتحفيز وكشف المواهب والكفاءات الوطنية المبدعة في مواقع العمل والانتاج والتعليم وغيرها من المجالات وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم خلال حضوره جانبا من الجلسة عند ورش العمل كل على حدة واطلع سموه على فحوة وآلية النقاش للموضوعات المطروحة أمام المشاركين في ورش العمل الخمس التي تناقش مواضيع الاستدامة والمدينة الذكية والإبداع في خدمة المتعاملين والسعادة والبحث والتطوير والابتكار سعادة سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهربا ومياه دبي عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة أكد أن تنظيم وعقد مختبر الإبداع لمنتسبي ديوة إنما يأتي ترجمة فعلية لتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي تشكل خارطة طريق للهيئة لتحديد مسؤولياتها وواجباتها وتنفيذها على أكمل وجه وتوفير أعلى مستويات الخدمة للجمهور وتجاوز التحديات الميدانية بكل إتقان ونجاح اشتركوا في القناة